دعاء لو قلته لن تترك الصلاة ولن تجمع صلاة مع صلاة نهائيا ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمون بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات دعاء للمحافظة على الصلاة قال الله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أدعية الصلاة ذكر في السنة النبوية مجموعة من الأدعية التي تقال في الصلاة بمواضع مختلفة وهي قسمين ما يستحب الإطالة فيها حسب استطاعة المصلي والقسم الثاني ما دعا به النبي بجمل مأثورة وكلمات معدودة من غير إطالة آتينا بيان كل منها القسم الأول حث الرسول صلى الله عليه وسلم على إطالة الدعاء فيها سائلا الله تعالى احتياجاته في الدنيا والآخرة وما يريد بإطلاق وهذه المواضع هي في السجود لقوله عليه السلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء قبل السلام من الصلاة وبعد التشهد الأخير لحديث بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه السلام بعدما علمه منتشهد قال في ختامه ثم يتخير من المسألة ما شاء في قنوة الوتر لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام علمه كلمات يدعو بها في قنوة الوتر وهي اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت القسم الثاني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأدعية التي تعتبر كأذكار معينة في صفة صلاة الرسول عليه السلام أبعد ما يكون دعاء يسأل فيها العبد احتياجاته وهي الآتي دعاء الاستفتاح قبل قراءة صورة الفاتحة وبعد تكبيرة الإحراب اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين استفتاح صلاة الليل والتهجد اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم رب جبريل وميكائيل وإصرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أدعية الرقوة سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أدعية الرفع من الرقوة سمع الله لمن حمده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد ملء السماوات وملأ ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أدعية السجود اللهم لك سجدت وبك آمن ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أدعية الجلوس بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني رب اغفر لي رب اغفر لي دعاء التشهد الأول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله دعاء التشهد الأخير اللهم صلي على محمد وعلى آل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أدعية بعد التشهد الأخير اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرضي العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر أدعية السجود في الصلاة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من صختك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك كيفية المحافظة على الصلاة الصلاة عمود الدين وأساسه وهي الفرق بين المسلم والكافر لذلك حث الإسلام على المواظبة عليها وقد أمر الله بالمحافظة على الصلاة فقال تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قادتين وتوعد سبحانه وتعالى من يتكاسل في آدائها ويؤخرها عن وقتها بالويل فقال عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والويل ذكر أهل العلم أنه واد في جهنم وهناك وسائل كثيرة تعين المسلم على المحافظة على صلاته وعدم التفريط فيها منها اعتماد تقويم يوضح أوقات الصلاة بدقة ترك كل شيء عند سماع الأذان والتفرغ للصلاة اتخاذ رفقة صالحة تعين على الالتزام بالصلاة وتتعاهد معها على ذلك حضور دروس العلم الشرعي وقراءة سير السلف الصالح والعلماء العاملين الاكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشرح الله صدر الإنسان للصلاة مكانة الصلاة في الإسلام للصلاة في الإسلام مكانة عظمى تتجلى فيما يلي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة لها ميزة من سائر العبادات لأنها فرضت في السماء وليس في الأرض كسائر العبادات الصلاة يمحو الله بها الخطايا الصلاة أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة ثمار الصلاة للصلاة في حياة المسلم ثمار كثيرة من أهمها الصلاة أمان من الكفر والنفاق الصلاة راحة للإنسان الصلاة نور الصلاة دواء من الغفلة الصلاة تفرج الكرب والهم الصلاة حصن المسلم الصلاة عهد عند الله يدخلك الجنة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال تعالى أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أحكام متعلقة بالصلاة بين العلماء عدة أحكام متعلقة بالصلاة وفيما بيان البعض منها اتفق العلماء على أن القراءة في الصلاة بعد قراءة الفاتحة سنة فالواجب على المصلي قراءة صورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة كما نص على ذلك ابن قدامة في كتاب المغني يجب على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة دون أن يحبس البول أو الغائط ذلك حرصا على الخشوع والطمأنينة في الصلاة ولكن إن دخل المسلم في الصلاة وهو يدافع الريحة أو البول بحيث يؤدي ذلك إلى فوات ركن من أركان الصلاة أو واجبا من واجباتها فيخرج المصلي من الصلاة ثم يقضي حاجاته ويتوضأ ثم يعيد صلاة إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعما لنا لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر